النهاردة خلاص آخر يوم في الدعاء الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 20-24 من بكرة إن شاء الله هيبدأ فترة الصمت الانتخابي لمدة يومين هيبقى يوم الجمعة والسبت عشان يوم الحد إن شاء الله هتبدأ عملية التصويت في الداخل في حوالي 11.631 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية طبعاً يا شازلين بارح كان في مؤتمر صحفي في منتهى الأهمية للهيئة الوطنية للانتخابات بيشرح التيسيرات التي عملت في مقرات اللجان للتسهيل على الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية أهم اللي تقال في المؤتمر الصحفي أنه في 67 مليون ناخب ليهم حق التصويت وهيشرف على اللجان 15 ألف قادي وهيكون كمان فيه لجان للوافدين في كل المحافظات كمان الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أنه تم الوضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية ده غير طبعا وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية وكمان اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة برايل التسهيل على الناخبين المكفوفين يعني احنا بنتكلم عن تسهيلات لكل فئات المجتمع عشان تشجع كل الناخبين على أن هم يشاركوا بكثافة في التصويت في هذه الانتخابات يا جمال أما بخصوص المتابعة الإعلامية ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني قالت الهيئة أيضا أنه في 115 وسيلة إعلامية محلية ودولية هتغطي الانتخابات ده غير أنه تم اعتماد 14 منظمة دولية هتشارك فيه أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية ده بجانب أيضا 62 منظمة مجتمع مدني محلية مرة تانية منفكركم صوتكم مهم جدا مهم جدا مشاركتكم في هذا الاستحقاق الانتخابي مهم جدا أنه تنزلوا وتشاركوا وتقولوا رأيكم أكيد نحن نكون مع حضراتكم في متابعة لحظة بلحظة لكن خلينا نصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر